اشتركوا في القناة وكنت أناجك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي ضو حب الهوى فشوق لي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله من مملكة الدرويش نواصل معكم الحديث عن كثير من الأمور التي ترتبط في ذهنية العامة في هذه الأيام بالتصوف التصوف كما تحدثنا من قبل وقال أهل العلم في مملكة الدرويش له قواعد وله أصول وله منهج أما ما أدخل عليه من مدخلات فقد وصفت في مقام استحداث البدع السيئة بأنها بدع سيئة وما أضيف إليه من سلوكيات يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى بطرق حديثة أو بأمور غير ذلك فإنها وصفت بأنها حسنة بين هذا وذاك نشاهد في بعض الأشياء أشياء توصف بأنها مستهجنة وأن هذا ليس من الشريعة بشيء لذلك نعود إلى أهل العلم ونتساءل معهم الأسئلة التي يطرحها الناس عن التصوف وعن من وصفهم المصريون بأنهم الدرويش نعود لنتذكر ما قاله الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي في الرسالة القشيرية نتوقف في مسائل الأصول فيقول الإمام قام رجل بين يدي ذنون المصري فقال أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال هو أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج وصنعه للأشياء بلا علاج وعلّت كل شيء صنعه ولا علّة لصنعه وليس في السماوات العلاء ولا في الأرضين السفلة مدبر غير الله سبحانه وتعالى وكل ما تصور في وهمك فإن الله بخلاف ذلك ومن هذا إلى ذاك ننطلق معكم في طريق جديد إلى الله من مملكة الدرويش مملكة الدرويش ومملكة الدرويش العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم ما حاجتنا إلى الشيخ؟ نعم حاجتنا إلى الشيخ هي حاجتنا إلى كل من يرشد ومن يحث ومن له تجربة كما أن هناك تجارب مادية نصدقها تجارب محسوسة في الاختراعات والاكتشافات هناك في الجانب الروحاني أيضا تجارب يدركها هؤلاء الشيوخ ولذلك تذكرتيني بواقعة كنت جالس فيها مع الشيخ الشعراء وقلت له لي بن عم كان معارا في غزة وأسره اليهود فرأى الدكتور محمود الخولي عليه رحمة الله جده الشيخ أحمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية يقول له المنديل اللي في جيب الشيخ الحسيني يعقده سبع عقدات ويقرأ ياسين سبع مرات على كل عقدة ويحلها في آخر عقدة سبع سابعة سيفرج الله عنكم وتحلوا عقدة أسركم لأنهم كانوا مأسورين فعلا عمل هذا بصوا لأ الجهب اليهود بقول له متفضلوا جاء الأمر بالإفراج عنكم وخرجوا فأقول له إيه رأيك ما هزي تجاه قال تجارب الروحية كالتجارب المادية ما يعني أنتم تصدقوا التجارب في التكنولوجيا الحديثة وفي الحجدي ولا تجربونها في الجانب الروحاني الجانب الروحاني في مجالات مفيدة جدا فيه فالزهاب إلى أحد ما نتوسم فيه الصلاح ونطلب منه الدعاء أو التوجيه أو أن يكون موجها للطريق المستقيم أمر مطلوب الطرق الصوفية في مصر كثيرة وقديمة لكن يختلف الناس أو يتساءل الناس حول لماذا الحاجة إلى الطرق ونحن نعرف طريق إلى الله كل مننا له طريق زي يعني ما بيقولوا على قلت المثل كل شيخ وليه طريقة فيعتبر الناس يعني أنا أيضا في داخلي شيخ يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى فما حاجتي إلى الطرق نعم والله هذا سؤال مهم لأن الله ليس بيننا وبينه حجاب ولأن الله قريب من الجميع ولأنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له هل ربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فنزلت الآية الكريمة تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني لكن المراد بالتصوف ليس معناه أنني أترك الصلة بالله أو التقرب إلى الله أو دعاء الله ولكن معناه أنني أسلك الطريق الحقيقي الذي يوصلني إلى الله فإذا كان هذا الطريق الذي يوصلني إلى الله طريقا مستقيما وكان الشيخ رجلا وليا أو صالحا مستقيما فهذا مما يفيد على الأخص باليد للخروج من أزمة خانقة يعيش فيها الإنسان إلى حياة دينية آمنة كريمة إذن إذا وجدنا الراحة في طريقة من الطرق الصوفية فلا بأس وإذا وجدناها في طريقة من طرقنا الخاصة فلا بأس لا يتعرض هذا مع ذلك لا بأس وإذا لم نذهب إلى اتجاه الطرق الصوفية المقننة رسميا فهذا أمر ليس فيه شيء من الإضرار بتصوف المتصوف إطلاقا لكن يلتزم الإنسان ويعلم أنه كلما استكسر من العبادات وكلما استكسر من النوافل وكلما استكسر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يزداد قربا من ربه سبحانه وتعالى المذاهب الأربعة كيف تنظر إلى التصوف؟ لا شك أن الإمام أحمد بن حنبل كانت له صوفيته وحياته حافلة وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنهم وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة وليس الأئمة الأربعة فقط بل شوامخ أئمة الإسلام وأعلامه الذين نعيشوا على كتبهم الآن شارح صحيح البخاري الإمام الحافظ بن حجر كان صوفياً الإمام البخاري نفسه كان صوفياً الإمام مسلم كان صوفياً الإمام السبكي الإمام النووي أنا شايف كتاب له أمامك هنا الإمام النووي ذه مات وقد عاش حياة ستة واربعين سنة فقط لكن كان من أولياء الله الصالحي لدرجة أن الإمام السبكي لما ذهب إلى دار الحديث التي كان يشرح فيها الحديث النبوي قال أين كان يجلس الإمام النووي قالوا في هذا المكان فأخذ يمرغ وجهه تبركاً بأثر هذا الولي الصالح ويقول وفي دار الحديث كريم معنى على بسط بها أهوي وآوي عسايا أن أمس بحر وجهه مكاناً مسه قدم النووي ده الإمام السبكي المعروف في علم الفقه وإمام من أئمة الفقه والحديث يتبرك بالإمام النووي فسلفنا الصالح وأئمة الإسلام وأئمة المزاهب الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم كانوا يسلكون طريق التصوف الحقيقي فلذلك أنا أحيي هذا اللقاء ليته يتكرر مع ثقافتنا ليعطي شرحاً أكثر من هذا يتمكن فيه المتحدثون من بسط نمازج لأخلاق هؤلاء ونمازج لكرامات هؤلاء وقصص هؤلاء حتى تستنير الحياة وتضاء بمشاعر النور التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة المصريين لآل البيت يعني أمر عميق في الشخصية المصرية وفي محبتها واعتدالها ووسطيتها لكن البعض يأخذ هذه المحبة وهذا التبرك مع أيضا التبرك بالأولياء الله الصالحين في مصر ومقاماتهم بأنه يعني يأخذونه على اتجاه المغالاة الشديدة والغلو في تقدير هذا فبعضهم يصل بالأمر إلى حد أن مريد مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه أنهم من الشيعة وبعض آخر يأخذ هذا أنهم يذهبون إلى أضرحة الأولياء وكذا هؤلاء قبريين والبعض الآخر يأخذ أن من يعني يتبارك بمنابر الأولياء أو أضرحة الأولياء أو مساجد معينة يصلي فيها ألا تفعل هذا لأنك بذلك تبتدع في الإسلام بدعة وغير ذلك من أمور كيف ينظر الدكتور أحمد عمر هاشم بعلمه إلى هذا الحال أولا فيما أشرت إليه بادئ ذي بادئ عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حظيت به مصر من كوكبة مباركة من آل البيت آثروا مصر على كل ما سواها من دول العالم حتى مات فيها ودفن فيها كثير منهم كالسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرهما آل البيت هؤلاء قرر الإسلام أن نصلي وأن نسلم عليهم في كل صلاة وفي كل تشاهد نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن لم يقلوا على آل سيدنا محمد تشاهده ناقص وبالتالي صلاته ناقص حتى قال الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له أما بالنسبة للعنصر الثاني الذي تفضلت بالإشارة إليه وهو المساجد التي بها أضرح الضرح خلفي أو عن يميني أو عن شمالي لا شيء أمامي وهناك حاجز لا شيء إلا إذا كان بدون حاجز يكون مكروها لكن الصلاة صحيحة وقبر الرسول وأبي بكر وعمر وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا في المسجد النبوي وشاهد أن الذي يذهب إلى هذه المساجد ليزور هؤلاء وليدعو الله في بقعة مباركة فيها أحد الصالحين أمر لا أقول ممنوع بل أمر مطلوب لا شيء في ذلك لأنه لم يدعو المقبور والميت وإنما يدعو الله متبركا بالمكان لا أكثر لكن لو كان يدعوه هو أقول اشفي لي مريضي نجح لي ولدي لا ذا حرام لا يدعى إلا الله لكن ندعو الله في مكان فيه أحد الصالحين لا بأس بهذا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى يعني لا تشد الرحال من أجل الصلاة لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف وصلاة في المسجد النبوي بألف وصلاة في المسجد الأقصى ندعو الله أن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود بخمسمائة صلاة فلهذه الفضيلة كان شد الرحال إلى هذه المساجد لكن لم يحرم أن نشد الرحال لزيارة الصالحين لم يمنعنا أن نزور الموتى أو زيارة القبور قبورين الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها تذكركم الآخرة كان في بادئ الإسلام نهاهم عن زيارة القبور حتى لا يختلط عليهم الأمر ويلتبس ويرفعون شأنها إلى درجة العبادة نهاهم فلما استقرت العقيدة واطمئن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فده أمر من الرسول بزيارة القبور يعني لما حد يقول أنا مرتحش لما زور سيدنا الحسين كل أسبوع نعم ولما ما روحش أحس أن أنا أطعت الوصل ومقصر هذا كلام بسيط لكن هل هو يعني موقع من الحرم والحلال إيه؟ حلال زيارة الرسول نفسه أمر بيها وقال ألا فزوروها بصفة عامة بصفة عامة لسائر الموتة فما بالك حين يكون رجلا من الصالحين أوليا من أولياء الله أو من آل بيت النبي كالحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفسه أو نحوه لا شيء هذا حلال لا شيء فيه أخذ الناس بالمصطلحات محاسبة الناس على الكلام وبعدين يأخذ في هذا أنه يعني الناس تكب على وجوها في النار حصائد ألسنتها فيقال أنه انتبه لكلماتك انتبه للمفردات التي استخدمها وغير ذلك الثقافة الشعبية البسيطة لديها بعض الأمور التي يعني قد تكون بصورة أو بأخرى تفهم بطريقة أو بأخرى مثلا من يقول شيء لله يا سيدنا فلان فيقول أنت تطلب من يعني الميت أن يمنحك شيئا يعني لله سبحانه وتعالى أشياء من هذا القبيل هذا حرى حد يقول وحيات النبي لكذا كذا كذا فيقال أنت تفعل كذا حد يقول يا ستنا يم العواجز اعمليلي كذا وكذا بعض الأمور بهذا الشكل ومع تحدثها لمفردات جديدة في هذه الأيام إلا أنها مأخوذة على الصوفية وعلى المتصوفة وعلى عمة الناس البسطاء بأنه لا هذا غير جائز ولا يجوز وهذا حرام وعليك أن ترد عما قلته أشياء من هذا القبيل هل هذا مغالا وغلو أم أنه صحيح الدين والله أنت وضعت يدك على جرح مهم في التصوف وهذا ما يقوم به الآن المجلس الأعلى للطرق الصوفية تحرير التصوف من البدع ومن الخرافات ومن الشطحات هذه أمور ألصقت بالصوفية والتصوف وهو منها براء لأنهم يتبعون الرسول الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك ولو اجتمعوا لأن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتباه الله عليك لا نسأل الولي أو واحدا من آل البيت ونقول له افعل لي كذا أو أغسني في كذا نسأل الله حتى ونحن نزور الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام بنتوجه إلى القبلة ونسأل الله تعالى بفضل الرسول وبفضل الدعاء في المكان الذي فيه هذا الخير والبركة ونحو ذلك فسؤال السائل الذي وصلت به عاطفته إلى أن يطلب من الولي نقول له لا أطلب من الله نحن لا نمنعك من زيارة الولي بل من أي قبر من القبور أن تزوره لأن الرسول قال ألا فزوروها لكن لا نوافق على أن تقول وتطلب الدعاء من الولي نفسه لأن الذي يطلب منه ويسأل هو الله سبحانه وتعالى طيب بساطة الناس في المعرفة قد تجعل هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود ولكن هو يسأل بهذه الطريق صيغة سؤاله كده الله يفتح عليك يعني غرضك تقولي نيته سليمة وهو بينه وبين الله عمار ويعلم أن الله هو فاعل كل شيء لكن عاطفته ولسانه خرج منه أن يقول هذا معلش نفهمه برضه نشرح هذه اللقاءات والبرامج تشرح هذا للناس وتقول لهم الحق الذي ينبغي أن يلتزم به ليظل للتصوف قوته وفاعليته الشطحات وهذا شيء والشيء الآخر بعض الناس مثلا التقيت أنا شخصيا ببعض يعني من المتصوفة فقال أحدهم أنه قد فتحت له السماء فرأى أنوار الله سبحانه وتعالى وأن هذا النور يأتيه في خلوته وأشياء من هذا القبيل هو يحسب هذا أم أنه على هذا أم أن الأمر وسواس قهري مثلا والله هو اللي ورد في القرآن واللي نؤمن به لما طلب هذه الرؤية سيدنا موسى من ربه وقال ربي أرني أنظر إليك كان الرد لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وذا نبي ومن أولي العزم من الرسل ولم يرى ربه وإن كان فضيلة الشيخ الشعراء وعليه رحمة الله له رأي في هذه الآية إن ربنا قال لموسى لن تراني ولم يقل له لن أرى لو قال لن أرى يبقى معناه أن رؤية الله غير جائزة في الدنيا ومنعها عن سيدنا موسى فقط لكن لن تراني لكن الرسول رأى ربه ليلة الإسرائي والمعراج وبعض العارفين قال قارا بين موسى لم يرى ربه وسيدنا محمد رأى ربه فقال ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد التي قالها لسيدنا محمد ما كذب الفؤاد مرأه ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغجيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ زهنه فرأى ربه صلى الله عليه وسلم إذن قد يكون بالفعل أحد أولياء الله أو أنه كشف عنه الحجاب بشكل أو بآخر لا حرج على فضل الله ونعمة بالله لا حرج على فضل الله في هذا المقام يكون هذا الحديث به نوع من أنواع فتنة الناس وإثارة الجدل أم يكون نوع من أنواع يعني دعوة الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى علهم يجدون في هذا ما وجدوا والله نحن ندعوهم إلى طريق الله ولكن لأننا لا نضمن ولا نأمن إن كانت هذه رؤية حقيقية أم لا لأنه من الغالب أنها قد تكون تخيلات أو توهم أو عمل سيطان الله أعلم في مملكة الدرويش بالنسبة للدكتور أحمد عمر هاشم من أبرز الدرويش سواء اللي عصرتهم واستشعرت فيهم القرب الشديد لله سبحانه وتعالى وترك الأثر الطيب أو في أعلام الصوفية الكبار والله أنا فاكر إن كان الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله الإمام عبد الحليم محمود كان في مولد سيدنا الحسين يقابل ابن عمي الشيخ سعيد أبو هاشم عليه رحمة الله وكان من ضمن المتدرويشين فكان يضحك وإياه ويتباصل له إيه أخبار الدرويش السناد يحكين عليهم فيحكيله على بعض أشياء ثم إن الذي تحصل له كرامة أو شيء من هذا الزي الأمور الخارقة لا يحدث به الناس ولا يقوله لأحد بل يجعله سرا بينه وبين الله ويسر هو به قد يعلمه الناس حين يكون أمرا من الأمور الظاهرة لا مانع منها من حاله يعني آه من حاله بعض الشخصيات كانت مشهورة بأنها تزور الأولياء تزور آل البيت رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد شخصيات سياسية شخصيات عامة في المجتمع في ذكريات الدكتور أحمد عمر هاشم مين أبرز الشخصيات دي؟ أبرز الشخصيات الدكتور عبد الحليم محمود كما قلت لسيادتك وكان وهو شيخ الأزهر لا يذهب إلى مكتبه إلا بعد أن يذهب إلى مسجد الحسين ويصلي ركتين آه أيضا الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله وكان من المحبين ومن الصوفيين لدرجة أنه كتب مقالة مرة يوجه فيه وينقد فيه مقررات الأزهر فاتصل رئيس الجمهورية أنائذ بشيخ الأزهر وقال له اذهب إلى الشيخ الشعراوي وتدارس معه الأمور التي انتقدها ويريد من المقررات أن تحقق وتعالد فشيخ الأزهر خدني أنا ووزير الأوقاف كنت أنا أيامها رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي ورئيس المعاهد وأمين مجمع البحث وروحنا للشيخ الشعراوي استراحت استراحته اللي في سيدنا في سيدنا سلم على الشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي وجه عندي بقى آه آه وتهلل وأخذني بالأحضان فبعدين عدنا زي أربع ساعات نتكلم في موضوع المقررات الدراسية وإزاي نعمل وإزاي نسوي بعد أن انتهت الجلسة ابنه ابن الشيخ الشعراوي الشيخ سامي مده الله بالعافية قال لي والده إحنا ما بنقعد ساعة ولا أتنين في الأزهر لجنة بدون مكافة طب إحنا بقلنا أربع ساعات دلوقتي هتدينا إيه فراح طلب له بالتليفون قال الشيخ الأزهر عندك كم عيل قال لها ثلاثة كيلو كباب وزير الأوقاف ده أنه كل واحد يقول له هتلو كذا كيلو كباب حسما لغاية ما جاء قال الفضل الدكتور أحمد عمر هاشم قال هتلو عشرة كيلو كباب قالوا له الله أنت بتوحابي الدكتور أحمد حتى في مقابلتنا اللي أخذته بالأحضان ودلوقتي بتدليه عشرة كيلو كباب مدتهاش لحد مننا قال لأنه هو مش هياكل لوحده وباقي الساحة الهاشمية لكن أنتوا هتأخذوه في بيتكم وبعدين أنا حبي للهاشميين لأنني وأنا طالب كان ليه ثلاث بيوت ودي موضع الشاهد لسؤالك بات موضع الأول بيت الشيخ أبو هاشم بالشرقية اتنين بيت الشيخ أبو مسلم بالشرقية نمرأ ثلاثة بيت الشيخ أبو خليل ودول طرق ثلاثة في محافظة الشرقية أبو هاشم وأبو خليل وأبو مسلم قال وأنا طالب في معتزة قزيغ الديني كنت أعيش وأتردد على هذه الطرق الصوفية ولذلك تشعرين عندما تستمعين له أنه يتحدث بروح وبروحانية روحانيته حاضرة جدا يعني تفسيره تفسير القرآن فيه مئات التفسير لم يجزي بانتباه العالم إلا الشيخ الشعراو لأنه في علم اسمه علم الموهبة من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وأنا كتبت في ذكراه بعض أبيات قلت فيها سلاما شيخنا الغالي سلامة وأنعم بالجنان لكم مقامة شرحت كتاب ربك في يقين وحاربت الضلالة والظلامة وأسلمت البلاغة في خشوع وإكبار وأسلمت الذمامة فجاء الشرح لم تسبق إليه ولم تلحق فكنت لنا إماما دي أبيات كتبتها في ذكراه لما التقينا في مناسبة ذكرى لإمام الشعر فكان أيضا من ضمن الذين تطلبين نمازج وهو قال عن نفسه إحنا درويش نعم نعم دكتور أحمد يعني حصل في فترة من الفترات نوع من تقييم الشيوخ فجاء بعض الحديث عن الإمام رحمه الله الشعراوي بأنه كانت له بعض الأمور التي أخذت عليه يأخذ على الإمام ويرد منه في علمه أم في سلوكه أم في انتماءاته السياسية أم في ماذا شوفي كل إنسان يأخذ من رأيه ويرد إلا صاحب الروضة والعصمة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام كلنا ما دمنا بشرا فكل إنسان يجوز عليه الخطأ والصواب وكل إنسان له إيجابيات وله سلبيات ولكن ما دامت السلبيات أقل والإيجابيات أكثر وأن بعض السلبيات قد لا تكون على حقيقتها وإنما يتوهمها البعض أو يدعيها بعض المغرضين والمعادين أنا كما قلت في بداية حديثي لا أعفي أحدا غير رسول الله من الخطأ حتى الصحابة حتى الأولياء كل يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب الروضة لكن هناك بعض ناس يحلو لهم التقول على الناس والافتراء على الناس وإلصاق الشبه بهم والغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن ما تقول فقد بهدت يعني أتيت ببوتان عظيم ما الفرق بين الأئمة الذين يدعون للحاكم يدعون للدولة يدعون للمؤسسات يدعون للجيش يدعون لاستقرار الوطن وبين من يسمونهم شيوخ السلطان يقولون هؤلاء السلطان يقولون هؤلاء ينافقون الحاكم ما الفرق بين هذا وذاك كيف يكون مقام هذا وكيف يكون مقام ذاك يعني أكبر سلفنا الصالح من الأئمة الشوامخ يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم لأن بصلاحه تصلح الرعي يعني صلاحه في صلاح لي وكل الناس فكيف لا أدعو له ندعو للحاكم أن يوفقه الله أن يرعاه وأن يصونه عن الخطأ والزلل أن يقيد له من يساعده ومن يعينه هذا لمانع كما يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لحاكم لأن بصلاحه تصلح الرعي فهو لا يدعو له محاباتا ولا لأنه يريد شيئا منه ولكن لصلاح الأمة بأسره إذن هذا مقام علمي أيضا وليس مجرد محبة أو تقدير نعم ختاما أثقلت على مولانا النهاردة وأكرمنا بحضوره الكريم المناهج التعليمية للأطفال أو للصغار للنشء الابتدائي للإعدادي هل من المهم أن توضع فيها بذرة مثلا للتصوف أو لوسطية المصريين المعتادة نعم أو أشياء من هذا القبيل حسنتي والله هذا ما نريد أن نقوله وقد يعني كنا حاولنا ذلك في عهد أحد وزراء التربية والتعليم وكنا نكتب كتب الدين لأبناء الابتدائي والإعدادي والسنوي وكنت أحد المشاركين أنا والمرحوم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد الغزالي وكان وزير التربية والتعليم معنا والشيخ محمد سيد طنطاوي فكنا نحاول أن نأتي بنمازج هؤلاء ولكن للأسف لم تستمر هذه المقررات وهي الآن في حاجة كما تفضلت بالإشارة إلى أن نضعها في كتب أبنائنا الأطفال الابتدائي والمرحلة الإعدادي والمحراء السنوي وكما قررها الإمام عبد الحليم في كلية وصول الدين في الجامعة نفسها هذا لا يشوش على العقول ولا يغير طبيعة المجتمع لا بالعكس وأشياء من هذا القبيل هذا يحرر العقل من ربقة الاستعمار الذي جعله جامدا على أمور محسوسة ملموسة مادية وأبعده عن الأمور الروحانية نحن في ثورة تكنولوجية العالم أصبح قرية وأصبحت وأنت في البيت معك جهاز يأتيك بمعلومات الدنيا الدنيا تغيرت فلابد إذا هذا الانفجار الحضاري لا بد من نهضة صوفية روحية تمسك بتلابيب هذه الثورة التي انفجرت فيها الحضارة لتعتدل ولتأخذ طريق الوسطية والاعتدال والطريق إلى الله الحقيقي الطريق إلى الله فيه الكثير من المسالك كما علمنا بعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نسلك طريقا إليه لكن من صحيح الدين أقوم الطرق إلى الله سبحانه وتعالى وأقربها في السعي أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وكل طريقة صوفية تسير على الكتاب والسنة مرحبا بها وبشيخها وبمريديها الذين يسيرون على ضوء الكتاب والسنة أي شيء يتعارض مع منطقنا في الكتاب والسنة في التفسير منطقي لأنهم نقلوا إلينا مفسرين باكتهاد المجتهدين لا تكون من الصوفية أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحده يعني الذين يتهجمون على الصوفية وقلون هذا كافر وهذا فاسك ترتد عليهم هذه اللعنة الرسول الذي يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحده إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ختاما نذكر الناس بمتح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لك في هذا أمر وحال طيب مولانا الدكتور أحمد عمر هاشم أسرار ما تحسدنا النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا ولها أثرها في حياة الإنسان ولها نورها الذي يفيئه على الإنسان ولطالما رأيتني أخرج من مثل هذه الحضرات والبركات بأن أخاطبه وأن أناجيه وأقول يا سيدي قد جئت بابك سيدي ومكست أدعو الله دون ترددي فرأيت أني في أعز سعادة وبأن كل الخير أضحى في يدي وعليك أكسرت الصلاة بروضة فرأيت أني في مراق السؤددي لما لا وأنت المصطفى والملتبه لما لا وأنت لنا المشفع في غدي أنا لست أخشى من ظلامة ظالمين أنا لست أخشى من عداوتي معتدي أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدى وأنا المحب لآل بيت محمدي عليه الصلاة والسلام الله مصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكرمتنا بحضورك يا مولانا وفط علينا بعلمك وبمحبتك وبتقديرك وبرؤيتك وبخبرتك شكرا جزيلا لوجودك الكريم أكرمك الله كما أكرمتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نضيفي الدكتور أحمد عمر هاشم من متح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذكر الله سبحانه وتعالى من متح إلى متح ومن ذكر إلى ذكر طريق إلى الله في مملكة الدرويش تأدب لدى الأحباب تأدب تأدب لديهم 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 لديهم تأمس احبائي القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فعمى الذي ضوى حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك وأن الذي أنت أهل له فكشفك للحشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك لي أشطف شوقاً شوقاً لا وشوقاً لقرب الخليل من أخي معك ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك شوقاً لا شوقاً لا شوقاً لا